نعت وزارة الأوقاف والإرشاد إمام وخطيب جامع أهيل بمحافظة مأرب محمد نكيعة الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال الإرشاد الدعوي والاجتماعي وأشهد بيان الناعي الصادر عن مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بمناقب الفقيد أشهد بمناقب الفقيد وأدواره الإرشادية والوطنية وعطائه المتفاني من أجل الإصلاح الاجتماعي وتعزيز النسيج المجتمعي وتنوير الناس بالعديد من القضاء الوطنية والاجتماعية مؤكدا أن رحيله مثل خسارة لوزارة الأوقاف ومكتبها بمأرب والعمل الإرشادي والدعوي وعبر البيان عن أحر التعازي وأصدق المواسى لأسرة الفقيد محبي بهذا المصاب الأليم سائلا لله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وعلهما أهله وذويه ومحبيه وتلامذه الصبر والسلوان